أوقفت سلطات الجزائرية رموز النظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومنهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق الأصغر ومستشاره الخاص زاد نفوذه عقب إصابة الرئيس بجلطة دماغية عام 2013 يتهمه البعض بالاستلاء على صلاحيات شقيقه بنى علاقات واسعة مع رجال الأعمال متهم بالفساد والاستلاء على السلطة بطريقة غير دستورية اللواء محمد مدين المدعو توفيق تولى إدارة مدرية الاستعلمات والأمن سابقا المخابرات منذ سنة 1990 يعد أقوى رجل مخابرات في تاريخ الجزائر ودعم الرئيس بوتفليقة منذ ترشحه الأول سنة 1990 دخل في خلافات مع بوتفليقة منذ بداية عهدته الرابعة عزله بوتفليقة من إدارة المخابرات عام 2015 حافظ مدين على نفوذ قوي داخل أجهزة الدولة رغم عزله اتهماه رئيس هيئة الأركان بالتآمر ضد مصالح الشعب في أبريل 2019 أوقفه الأمن الداخلي للتحقيق معه بتهم تتعلق بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي اللواء عثمان ترطاق المدعو بشير عيانه بوتفليقة مديرا لجهاز المخابرات خلفا لمحمد مدين عام 2015 له دور بارز في محاربة الإرهاب في التسعينيات أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واستقال من منصبه يوم استقالة بوتفليقة من الرئاسة أوقفه الأمن الداخلي للتحقيق معه بتهم التآمر ضد الجيش والحراك الشعبي اشتركوا في القناة